وأما الدعوة فالإنسان يدعو إلى الله بما عنده من علم لا يشترط شهادة ولا أن يزكى لكن المهم أن يكون زكيا يدعو إلى الله بعلم وبما يعلم مرة قديما وكنت أدرس في الناحية الأخرى فكنت أمشي من هنا فجاءني طالب قال يا شيخ أنا من دولة كذا وأدرس في الجامعة الإسلامية وأنهيت الشعبة وأنهيت السنة الأولى في الكلية وأنا من قرية كفار فأنا ذهبت إذا ذهبت في الإجازة لما ذهبت في الإجازة هذه السنة دعوتهم إلى الإسلام قال فاعترض علي بعض إخواني أني غير مزكى فقلت له والله هذا المعترض والذي يحتاج تزكية كيف يصد عن دين الله كيف ما يرضى أن تدعو إلى الإسلام وأنت عندك ولكن تدعو بما عندك ولا تتجاوز هذا فلا نأخذ عن كل من هب ودب ولا نتشدد حتى نضيق الخناقة بل ندعو إلى الأخذ عن الصغار وترك الكبار لكن من كان مجهولا أو علم قلة علمه أو سقم فهمه أو علم سوء منهجه أو أن فيه جارحا فهذا لا يؤخذ عنه العلم ولو لم يتعلم الإنسان وخير الأمور الوسط هذا الذي أخذناه عن مشايخنا وهذا الذي عرفناه عن العلماء المتقدمين وهو الذي ندعو له يا عباد الله احفظوا دينكم واحرسوا دينكم لا تأخذوا عن مجاهيل وسائل التواصل الاجتماعي ولو كانوا مشاهير خذوا عن أهل العلم والفقه وأنتم قوم تميزون وتسمعون الذي يقول بفقه وعلم ولا يُعلم فيه جرح معروف وظاهر فاخذوا منه والزموه وهم كثر بحمد الله واحذروا أن تخاطروا بدينكم ترجمة نانسي قنقر